محاربة الفساد تلك الكافة الخطيرة التي لا تقل خطورة عن الارهاب الحديث عن الحرب على الفساد في العراق تحول من كثرته إلى ما يشبه اللغوة في خطابات السياسيين والأحزاب السياسية فكل يدعي وصلا بالنزاهة والنزاهة لا تقر لهم بذاك كما تقول الأرقام والمؤشرات حتى الساعة حتى لجنة النزاهة النيابية وصفت تلك الشعارات بالأكذوبة والأدلة كثيرة منها بقاء مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد والمعروف باسم من أين لك هذا حبست أدراج البرلمان منذ شهور فالسؤال محرج عند بعض الكتل السياسية إن لم يكن أكثرها هذه الكتل عارضت بعض بنود مشروع القانون معتبرة أنه قد يتحول إلى سكين للإسهداف السياسي إلا أن هذا الاعتراض لم تعلنه أي جهة برلمانية سياسية حتى الآن خوفا من ردة فعل الشارع ووفقا لمصادر صحفية فإن أبرز المعرقلين لمشروع القانون هو حزب الدعوة بزعامة نور المالكي الذي يصنف عدد من قياداته وشخصيته البارزة ضمن خانة الأثرياء الجدد في البلاد عند معرفة السبب يبطل العجب فمشروع القانون يسمح بحالة المسؤولين الحكوميين والسياسيين إلى التحقيق والمساءل عن مصدر أموالهم أو أموال أفراد أسرهم تحديدا الأقرباء من الدرجة الأولى مع إجبار البنوك على كشف حركة تعاملات المسؤولين والسياسيين حين يطلب منها ذلك بما في ذلك معاملات وحركات الأموال منذ عام 2003 والحديث هنا عن مئات المليارات من الدولارات من الأدلة أيضا هو أن الإعباد لم يقم بأي خطوة من وعوده حتى اللحظة بمكافحة الفساد والتي عادة ما يقطعها خلال حديثه عن الانتخابات أو كما فعل أمام الدول المانحة في الكويت ليتبين في نهاية المطاف أن القضية شعار يقتصر رفعه على بعض المسؤولين دون عامة الشعب ففي البرلمان ممنوع السؤال عن من أين لك هذا وإذا ما تجرأ مواطن وسأل السؤال يمسي في غياهب السجن يحاول الإجابة عن من أين أتى هذا أو بلغة أخرى يحاول إجاد تفسير لمصطلح على نار هادئة الذي وصف به حالة محاربة الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي ليمسي أمام سجانيه على نار المساءلة الحامية اشتركوا في القناة